بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنتحدث اليوم على فرض من فرود الإسلام وعلى عبادة من عبادات شهر رمضان وهي زكاة الفطر سنتحدث عن معنى زكاة الفطر عن حكم زكاة الفطر وعن مقدار هذه الزكاة ووقت إخراجها وعن الحكمة من فرض الإسلام لهذه الزكاة بداية معنى زكاة الفطر هو مقدار معين من الطعام أو قيمته يخرجه المسلم في شهر رمضان المبارك إذن زكاة الفطر هي عبارة عن مقدار معين ومحدد حدد الإسلام سواء كان من الطعام أو قيمة هذا الطعام كونه أنفى للفقير والمسكين يخرج المسلم في وقت محدد وهو شهر رمضان إذن زكاة الفطر هي مقدار معين من الطعام أو قيمته يخرج المسلم في شهر رمضان المبارك أما حكم الإسلام في إخراج الزكاة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر هي واجبة على كل مسلم وهذا المسلم يخرج الزكاة عن من تجب عليه نفقته مثل الزوجة والأولاد أو الوالدين إذن زكاة الفطر حكمها واجب تجب على المسلم وعلى ممن تجب عليه نفقته مثل زوجته أو أولاده أو والدين فذلك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أما مقدار الزكاة فهو صاع من غالب طعام أهل البلد ويقدر الصاع بـ 2 كيلورام و 176 غراما صاع من غالب طعام أهل البلد بمعنى أنه مما يزرع في هذا البلد من تمر أو قمح أو أرز أو ذر أو غير ذلك مما هو مشهور هذا البلد في زراعته لكن اليوم مما دائما يسعى الإسلام إلى توفير أو إجراء هذه الأحكام بما يتناسب والأنفع للمسلمين فإخراج قيمة هذا الصاع بمعنى إخراج ما يقدر ثمن هذا الصاع بإعطاءه نقدا للفقير هو أنفع له كونه ممكن أن تعطي هذا الفقير زكاة الفطر تمرا أو قمح وهو يوجد لديه من التمر أو قمح ويؤدي ذلك إلى تكديس هذا الطعام وبالتالي عند تكديسه لا يستفيد منه فيإخراج قيمة زكاة الفطر نقدا هو أنفع للفقير لهذا اليوم نقوم نحن على إخراج النقد ولا نقوم على إخراج أو إخراج نسبة قليلة من الناس من الطعام سواء كان تمر أو قمح أو أرز لكن أغلب المسلمين في بلاد الإسلام اليوم نقوم على إخراج قيمة هذه الزكاة نقدر لأنها أنفع للفقراء ويتم تحديد هذه القيمة من قبل مجلس الإفتاء حيث تقوم سنويا بإعلان للناس من مجلس الإفتاء بهاي القيمة التي يجب على المسلمين إخراج إخراجها للمسلمين أو للفقراء والمحتاجين أما وقت إخراجها فيإحرص دائما المسلم على إخراج هذه الزكاة الفطر في أواخر شهر رمضان المبارك ويفضل إنها تخرج في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان قبل صلاة العيد إذن معنى طيلة شهر رمضان ويستحب في الأيام الأخيرة وبالأقص ليلة العيد إلى قبل صلاة العيد ولا يصح تأخرها إلى ما بعد صلاة العيد إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد أصبحت صدقة أما إخراجها طيلة أيام شهر رمضان إلى ما قبل صلاة العيد تسمى زكاة الفطر إذن وقت الإخراج طيلة شهر رمضان ويفضل في أواخرها وبالأقص الليلة الأخيرة من ليالي شهر رمضان ويكون مع المسلم فرصة لإخراج هذه الزكاة إلى ما قبل صلاة العيد ولا يصح إنه نأخرها لبعد صلاة العيد وتكون إذا أخرجناها بعد صلاة العيد تكون صدقة لإعطاءها للمسلمين أتأمل صفحة 112 عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وتعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأن زكاة الفطر هي إلى ما قبل صلاة العيد فهي مقبولة أما ما بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا الحكمة من مشروعية زكاة الفطر بقوله هي طهرة للصائم من اللغو والرفس وتعمة للمساكين فهي تطهيل للمسلم الصائم من الذنوب وإعطاء لها ومساعدة للمساكين لتأمين احتياجاتهم أختبر معلومات الصفحة 113 أبين معنى زكاة الفطر هي مقدار معين من الطعام أو قيمته يخرج المسلم في شهر رمضان المبارك السؤال الثاني املأ الفراغ فيما يأتي حكم زكاة الفطر هي واجب على كل مسلم مقدار زكاة الفطر هي صاع من غالب طعام أهل البلد أو القيمة نقدم اكتب كلمة يجود أمام السلوك الصحيح وكلمة لا يجود أمام السلوك غير صحيح أخرج رجل زكاة فطره كيلوغراما واحدة من القمع خطأ لأنه قلنا صاع والصاعي برعن 2 كيلوغرام و 176 غراما بام أعطى حازم زكاة فطره لزوجته خطأ لأنه هي مما أني تعطى للفقير والمحتاج حازم يخرج عن زوجته ويعطي هذا الفقير والمحتاج جيم أخرج يحيا زكاة الفطر نقدا في آخر ليلة من شهر رمضان ففعله صحيح وجائز ترجمة نانسي قنقر